اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولا حصل اعدى ولا كلام ما بين امير توفيق واحمد سيد زيزو والناس في النادي الاهلي قالوا ده لعيب مهم ولعيب محترم ولعيب كبير جدا ولعيب قادر على صنع الفارق لكن لم تحدث معه اي مفاوضات يعني فيش حاجة حصلت ما بين النادي الاهلي وما بين زيزو كلام ده كلام واضح وصريح قالك اذا كان في فرصة للتفاوض بناء على عاده طبعا الكل يرحب باحمد سيد زيزو اي نادي لانه لعيب محترم يعني لكنه قالك الاهلي مليء بلعبته ورجاله ولا يوجد تفاوض مع احمد سيد زيزو او بمعنى ضق مفيش كبري قلتلكم من زمان من زمان ننبدر يعني خالص انه الاهلي ليس طرفا في قصة مصطفى فاتح وقلتلكم والحمد لله بتصدقونا دايما انه بيرامدز خلص كل حاجة مع مصطفى فاتح وانه الاهلي لم يتفاوض ولن يتفاوض لانه اللعيب هو بتاع بيرامدز قصة باختصار شديد جدا انه نادي الزمالك اعار اه او باع مصطفى فاتحي لنادي التعاون ربعمية الف دولار لما الولد رجع مصر بيرامدز خده لعنده لفرقته وعمل شرط انه اولوية البيع ليه بمليون دولار تمام ولا مش تمام تمام التمام فخلصت القصة وخلصت الحدود الناس في بيرامدز حبوا يقللوا الرقم لانه نادي التعاون جاب لعيبها جداد فقالك نخفض من مليون الى اقل شوية ما حصلش فسووا ودفعوا المليون دولار تبقى للعقد اللي ما بين بيرامدز ونادي التعاون السعودي تدفع مليون اللعيب بقى بتاعك فدفعوا المليون خدوا اللعيب فالاهلي اصلا لم يتفاوض مع مصطفى فاتحي اللي هو واحد من افضل اللعبة في مصر فكل كل ما يقال او قيل عن انه النادي الاهلي فاتحها مصطفى فاتحي لم يحدث لا من قريب ولا من بعيد برجع للك مرة تانية لم يحدث حاجتين مهمين جدا الحاجة الاولى رضا سليم نجم نادي الجيش الملك وقلت لك امبارح واول وبأكد لك تاني الاخوة الاعزاء في المغرب هم عندية استثمارية رغم ان الجمهور والقصة والحدوتة وووو لكن هم شطار ان هم يطلعوا لعبين صغيرين اكاديمية محمد السادس بتعمل ده نمرة اتنين بيعرفوا جيب لعبة افار قرخيصة وبيبعها غالي فاردة سليم لعب هايل جدا جدا يلقى اهتمام من نادي الاهلي يلقى اهتمام من نادي الاهلي لكن ايه اللي حصل اللي حصل انه حصلت مغالاة جدا 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 في سعره يعني تخطى او وصل الى تلاتة مليون اه دولار بالاضافة عشرين في المية نسبة اعادة البيع لانه في عروض الاهلي في الوحدة الاماراتي في قطر القطري ادارة النادي المغربي قالت له لا مش هنبيعك الا بالارقام اللي بنقول عليها لانه احنا بنعمل فريق قوي لدور الابطال الافريقي فلو هتمشي هتمشي برقم كويس عشان كده في ازمة في التفاوض او في لسه عرقلة في التفاوض هو الولد بقاله تلات ايام ما بيروحش التمرين هو بيحاول يجبر ادارة النادي على الاستغناء عنه لكن المؤكد مطلوب في النادي الاهلي مطلوب في النادي الاهلي القصة خلصت ما خلصت شو تخلص امتى لو الفلوس قلت اظن كده وضح الكلام الكلام عن غرامة الزمالك وسبورت انجريش بونا قلتلكوا برضو من يومين او من تلات ايام او خلال ايام القليلة الماضية يعني قلتلكوا انه الزمالك حصلت انفراجة ربعمية الف دولار بتوع مصطفى فاتحي الفلوس بتاعة مشاركة الزمالك في البطولة الافريقية الفلوس بتاعة مشاركة سيف الجزيرة في كاس العالم الزمالك خلص جمع الزمالك بيسعى انه يحول المبلغ بحد اخصى نص الاسبوع اللي جاي عشان يتم رفع اقاف القيد عدم القيد عن العباء النادي ما يقيدش يعني ويقدر انه يقيد صفقاته وبالتالي اقدر ابشر الزمالكوية انه مشكلة القيد في طريقها للحل خلال الساعات القليلة المقبلة وانه الزمالك لو جاب صفقات حيقدر يسجلها قبل بطول قبل البطولة العربية بمناسبة البطولة العربية فيه نقطتين مهمين النقطة الاولى انه الاتحاد العربي زي ما قلتلك برضو انه الاتحاد العربي حيسمح للزمالك او لاي نادي بقيد لعبته قبل بدء انطلاق البطولة مباشرة هو كان مفروض يوم 25 والقيد حيفتح في مصر يوم 27 لكنه حيسمح للاندية انها تأيد اللعبة قبل بدء البطولة مباشرة او قبل بدء المباريات مباشرة فيعني والمتشط لها قوائم مختلفة يعني كل مباراة لها قوائم مختلفة وبالتالي مش هبقى فيه مشكلة في هذا الامر ده الامر الاولان الامر التاني انه الزمالك بيسعى جاهدا لانهاء التعاقد مع محمود حمادة لعب منتخبنا الوطني ولعب نادي فارقه من اجل سرعة لحاقه بالبطولة العربية في مفاوضات نعم قربت على الانتهاء معرفش في احتمال كبير جدا ان يروح الزمالك نعم امتى ما اقدرش اقولك اجابة لكنه السطر الاخير في هذا الامر ان الزمالك سيقيد صفقاته وانه هيلعب ان شاء الله بكامل قائمته في البطولة العربية وبالتوفيق وقلوبنا جميعا مع الزمالك في هذه البطولة بإذن الله اخوان كارلوس سوريو المدير الفني للزمالك مبسوط من اسامة فصل مهاجم الفريق المعار للبنك الاهلي لانه تابعه في مباراة المنتخب بالاولمبيا المصدر اللي داخل نادي الزمالك المصدر المهم اوي 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 جوال زمالك قال ان الراجل مهتم بعودته لكنه ما حصلش تحرك رسمي لحد الوقت عشان يقطع القعارة لانه قعارته سنتين دي هتكون متوقف على ايه لو ازمالك ضم مهاجم جديد هيبقى موجود مع سيف الجزيري وناصر منسي بالمناسبة ازمالك بيبحث على اللعب افريقي ولو اللعب الافريقي اللي هم حطين عينهم عليه جيه هيبقى الضحية ابراهيمة نضاي كده تمام اعتقد الاخبار الحصرية خلصت لا لسه مخلصش طب امال ايه سوزا ايه في ايه في سوزا طبعا كل الاهلاوية دلوقتي بيروح على موقع جيون بوك الكوري الجنوبي وضم لعيبة ولا ما ضمش لعيبة ضم مهاجمين ولا ما ضمش مهاجمين واحد اهلاوي لازم جدا قالك يا فرج الله ايه عم فيه قالك جيون بوك ضم اتنين مهاجمين وخلاص كده الدنيا تمام انا مبسوط جدا والله بالاهتمام ده والثقافة دي جميلة جدا انها تبقى موجودة معانا طيب القصة ايه دلوقتي مع سوزا القصة مع سوزا ان سوزا عايزيجي خد بس مني كلام والله كلام مزبوط مية في المية سوزا انهى كل شيء مع النادي الاهلي ده بجد اه والله بجد 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 الجد 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 سوزا خلص كل حاجة مع النادي الاهلي يبقى النادي النادي بقى اللي هو ايه رايح جاي انا قلتلك امبارح قدم ولا اول امبارح قدم ونص فيه استادة تيتش سوزا كسوزا اعتبر قدمين الاتنين جوا النادي الاهلي لكن النادي جيون بوك بقى هو اللي شوية ايه اه فيه اه كلام في التفاوض اه رايح جاي رايح جاي رايح جاي سعد بيغل السعر سعد بيزود السعر كلر نفس موقفه السنة اللي فاتت لو مهاجم يبقى سوزا موليكا خلاص بقى بره الحدوتة وبقى بره الصورة يعني فلسه في انتظار نهاية المفاوضات بين النادي الاهلي ونادي جيون بوك الكوريا الجنوبي الخاصة بسوزا كمان بالنسبة للأعراض لو جي سوزا موقف صراحة محسن هيبقى شوية فيه كلام نعم هيبقى فيه كلام لانه هو الرجل اولوياته لسوزا وعنده شريف هدف الفريق السنادي معرفش الناس بتاجم شريف ليه على فكرة الاهلي الاتنين هدفين بتوعه السنادي في كل البطولات محمود كهرباء خمستاشر محمد شريف اربعتاشر الاتنين دول جايبين تسعة وعشرين هدف وهو الرجل الحقيقة وظف كهرباء في مركز رأس الحربة بنجاح صاحق يعني نرجع تاني فاذا الرجل تعاقد مع سوزا هتبقى فرص صراحة محسن قليلة شوية لو مجال سوزا صراحة محسن هتبقى فرصه كبيرة جدا في العودة للنادي الاهلي من الذي ضمن العودة للنادي الاهلي مين مين كريم وليد مين كريم وليد كريم ندفد والله كريم وليد اتطمنه على رجله وتطمنه على رجبته وكان اعارة لفوتشر وتم مد الاعارة لمدة سنة وبرضه ليه كريم وليد اولا ابن من ابناء النادي ثانيا اللعب جيد جدا او يعني لم يكن امتياز سلسا حاز على ثقة وقبول وقبول مارسر كولر فالرجل سعيد جدا بي لكن في نقطة تانية انه الاهلي كان تواصل مع فيوتشر لفترة ليست بالقصيرة عشان محمد رضا بوبو المفاوضات كانت يعني النادي الاهلي حتى بعد ضم امام عشور كان لديه الرغبة الحقيقية في ضم محمد رضا بوبو لكنه الاسعار وهنا ما حدش يزعل من حد يعني النادي فيوتشر والله هو محدد سعر اللعب بتاعه بكذا والله اللي معهوش ما يلزموش كل الناس حسب اهواءها وهم الناس في فيوتشر بقول لك عندنا عروض بالمناسبة بيرامدز بقولها لك وحقولها لك بيرامدز اولوياته الاولوية عنده الاتنين الاولاني من واحد لحد عشرة مهند لشين التاني احمد عاطف التالت محمود مارعي الرابع محمد رضا بوبو ممكن القصة بتاعت بيرامدز مع بوبو تتقدم خطوطين اذا الاهلي خرج والاهلي الان اوقف المفاوضات نعم اوقف المفاوضات تماما الخاصة محمد رضا بوبو عمل هولد زي ما بيقولوا يعني والاهلي يقدم عرض وعرض جيد وفيوتشر طلبين طلب وهذا ده حق النادي الاهلي وده حق النادي فيوتشر سنة اللي فاتت لما الكلام كان بيتقال كان الاسعار اقل من كده بس كانت عملية تبادلية الاهلي ما كانش عنده السيولة المالية الكافية انه يدفع لما جات له السيولة راح دافع في امام عشور طب جات سيولة منين جات سيولة من بيح حمد فاتح جات سيولة من مشاركة في كاس العالم الاندية جات سيولة من حصوله على بطولة افريقيا جات سيولة من مشاركة علي معلول وبدر بنون في كاس العالم فجات سيولة جيدة يعني طب في سيولة تانية جاية للنادي الاهلي بص بقى بصيته لا لسه بص كمان محمد الشناوي انا هفضل اقول لك جملة كل مرة مش هغيرها الشناوي هناك كلام وكلام وكلام عن عرض سعودي ماشي النادي الاول اللي كل الاندية او كل الانظار بتتجه له هو نادي النصر السعودي وليه نادي النصر السنة اللي فاتت كان اقتربة جدا من ضم حمد الشناوي لكن الشناوي قدم تضحية كبيرة جدا نادي كان في احتياج لي فقعد في النادي فالسنة اللي فاتت كان عرض الاسمي لمحمد الشناوي وده طلع بعد كده كابتن سيد عبد الحافيز قال في نادي تاني صاعد وبرضه لانه سامحين بالعروض والارقام الجيدة في السعودية للاندية هذا النادي احتمال في كلام انه يضم كابتن محمد الشناوي او الناجم محمد الشناوي فالكلام مش مع النادي الاهلي مع محمد الشناوي حتى اللحظة اللي انا بكلمك فيها كلها مكالمات شفاهية لكن ورقة ايميل فاكس تليكس اه مفيش لحد الوقت يعني طيب اللي قلتولك مبارح حقولولك النهاردة الى ان يجد جديد بكرة ان شاء الله الشناوي جس نبض الادارة يا جماعة انا اه احتمال يجي لي عرض سنة اللي فاتت الظروف ما كانتش تسمح السنة دي ايه الدنيا عاملة ازاي هذا الكلام وصل لاعلى سلطة في النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب النادي الاهلي لا رئيس النادي بيتعاقد ولا بيفسخ التعاقد دايما يقولك نروح للمدير الفني المدير الفني مارسل كولر قال للادارة يعني انتو رأيكو انه يمشي ولا يعد فقالول لا هو مقدر تماما يعني بالنسبة لنا والراجل اللي قدمه للنادي يا ما فيش احسن من كده ولا اعلى من كده ولا اجمل من كده قال لهم يعني في نية انه ممكن يمشي قالوله والله احنا عايزين الراجل يكرم بما يكفي يعني فقال لهم خلاص اوكي هو لعيب مهم جدا جدا للنادي لكنه انا عندي البدائل وقال الشنوي طبعا هو الحارس الاول بالنسبة لي لكنه اذا كان هو يعني عايز يمشي واذا كان ادارة النادي عايزة تقدره وتكرمه فانا كمان مش هقف عقبة في طريق الشنوي ده موقف الادارة موقف الجهاز الفني اذا هناك موافقة من ادارة النادي وهناك موافقة من الجهاز الفني بشرط ان يجي عرض سيبا اجبا من الكلام تبسمعه تمانية وتسعة وعشر سيكم الكلام ده المفاوضات بيبقى فيها كل حاجة لما هيكون فيه تفاوض الكلام بيبقى على الترابيزة زي ما بيقولوا يعني فده احتمال كمان يعمل سيولة مالية جديدة للنادي الاهلي اذا رحل الشنوي اذا لم يرحل الشنوي فهو كابتن الفريق وهو كابتن النادي وهو نجم النادي الاهلي الاول وهو حارس مرمى الاهلي ومصر الاول فالشنوي مقدر لدى الادارة ولدى الجهاز الفني ولدى الجماهير كده انا قلت صح ولا ما قلتش صح اعتقد اني قلت الكلام الصحيح اللي الناس كلها تحب تسمعوا ده ده خصوص كل الاخبار الحصرية والحمد لله احنا يعني ما بنحبش نقول الاخبار اللي هي الهبد الهاري التريند احنا بنكتهد وبنسع يعني وكل زملائنا بيكتهدوا يسع وكلهم ممكن يكونوا احسن مننا يعني سانا حبش اقول خبر ان لما يكون يعني ايه بنسبة تختارب من 100% مالي ايدي منه ساعات فيه حاجات بتجلي ده طبيعي جدا في كل الدنيا حتى وكالات الاخبار العالمية يعني لانه كلنا بنحاول يعني على قد ما نقدر لكنه ساعات بتزبط وساعات ما بتزبطش بس الحمد لله نسب الزبط عندنا بتختارب من 95% الى 99% نروح لفاصل ونرجع تاني الدورة دي كانت مختلفة تماما الدورة دي على الرغم من فيها قامات كبيرة جدا ومتدربين على اهل مستوى ومتدربين كمان من احسن المدربين الموجودين في مصر كانوا بيتحلوا بالتزام بنظام كانوا قاعدين ان احنا لازم نستفاد نطلع من الدورة دي بكم من الاستفادة كبيرة جدا والحمد لله نتأمل ان كانت مجموعة كلها محترمة المجموعة كانت ملتزمة جدا فده سعيدنا كمان ان احنا ناخد كل معظم المعلومات من قبل ده كثيرا تبادل الخبرات كان مهم جدا بين مدربين الكبار في الدورة ممتاز وليهم خبرات كلعيبة ومحاضرين على اعلى مستوى الدكتور جمال محمد علي بصراحة عمل مجود كبير جدا 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 واشكر عليه وكابتن شاطة وكل الناس بصراحة القائمين على الدورة وفي النهاية دي هتبقى انطلاقة لدورات اخرى لان في مدربين لا تتخيل في مدربين منتظرين الفرصة ان هم هياخدوا رخصة ايه لان اللي بيشغل في الخليج والدورات الافرقية والكلام ده كله انطلاقة للمدربين ان شاء الله تبقى انطلاقة لدورات اخرى اذا تعرفت على مدربين في الدورة العام اه قد تعرفهم واخواتي وصحاب لكن مكناش عارفين امكانيات بعض عاملة ازاي فلما بتدخل عملي كنت بتلاقي ناس لا امكانيات هايلة جدا تعرفتنا على بعض بشكل كبير جدا احتكاكاتنا حكاياتنا مع بعض التغييرات اللي في الدورة كل الحقيات ده كلها طبعا كانت عاملة حالة مهمة جدا بشكل كبير جدا في الدورة التزامنا كمان التزامنا في الدورة كان الالتزام هايل جدا وده بنحايا عليه زملائته كلهم دكتور محمد علي كابتن انسان الناس اللي تعبط بجد بشكل كبير جدا بحقيهم بشكل كبير لكن المدربين المصريين يستحقوا اكتر من كده اكتر من كده كمان في العالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من اجمل الحاجات اللي حصلت مبارح صورة احتفال النادي الاهلي بالدرع الجميل انه كالناس لازم تتعرف على الشكل العائلي والأسري للعبين لانه ده مهم جدا لانه كل ام وكل اب وكل زوجة وكل اخ وكل اخت وكل حتى الاصدقاء المقربين بيعيشوا بكل جوارحهم مع اللعيبة في المباريات يعني انا واحد من الناس نسان امي اللي ارحمها ما كانتش تفرج عليها ابدا قد تطلع فطنطة كده فوق السطوح تسأل على نتيجة المباراة بعد المباراة بس كده وخلاص فيه ناس لسه كده لحد الوقت ما بتقدرش تفرج على منشاطه فيه ناس لازم تروح الملعب وفيه ناس لازم تشجع وفيه زوجة جنب زوجها وفيه ام جنب ابنها وفيه اب ما يسيبش ابنه وفيه اخ بيكون هو السند لاخوه وهكذا يعني فالحتة دي جميلة جدا يعني بس انا الحقيقة ليه لوم العدد اللي في الاستاد اصلا صغير يعني انت مفيش الاستاد مش على اخره يعني وبالتالي الاسر لازم يبقوا موجودين في مكان ليه باب ينزل على طول قبل المباراة بما تنتهي بدقائق بدقيقة ولا دقتين او فورا نهاية المباراة يكون الباب ده بيتفتح كل الاسر قاعدين في المكان بتاعهم لانه كان حاجة جميلة جدا مخصص لهم مدرج فاتفضلوا يلا ان شاء الله ينزلوا واستنوا جوا شوية وبعد كده اول ما المباراة انتهي يدخلوا على الملعب وخلاص تفضلوا بقى عشان تحضروا المراسم يعني ده الحقيقة مباراة ما كانش متضبط اوش فبرضو لحد امتى هنفضل في حتة النظام دي عندنا مشكلة يعني ارجو انها تتضبط في الفترة اللي جاي الفكرة كانت حلوة مباراة انك الاسر كلها تكون موجودة وانه يحتفلوا بيه اللعيبة لكنه حتة التنظيم محتاجة تتضبط شوية خلال الفترة القادمة لكن جميل ان احنا كنا نشوف الاباء والامهات والزوجات والاخوة والشقيقات وكل الناس يبقوا موجودين مباراة ويا رب دايما يكتر افراح الناس جميعا يعني النهاردة كمان حصلت حاجة جميلة جدا كابتن محمود الخطيب استقبله ايمن اشرف ويعني اهداء درع او تكريم ل مسيرته الرائعة مع النادي الاهلي وكانت حاجة حاجة محترمة جدا بصراحة يعني انه بالشكل الجميل ده والخروج من الباب الكبير حيبدل طول عمره كده ودي رسالة انه ايمن ان شاء الله مع اعتزاله كرة القدم بعدما يستمتع بحياته الكروية مكانه محفوظ في بيته الكبير وهو النادي الاهلي ده امر الحياة انا اه مبسوط جدا والناس كلها الحياة ردود فعلها جيدة على هذا الامر الاهلي على فكرة اللعيبة صممت النهاردة الساعة عشر الصبح لانه عندهم بكرة اجازة اول مرة ياخدوا اجازة من فترة طويلة جدا يعني فلما راحوا اتمرانوا الساعة عشر الصبح تسلقوا بمعنى تسلقوا في الحر يعني فكانوا هيدربوا صاحب فكرة ان التمرين يبقى الصبح النهاردة بضحكة طبعا والتمرين كان خفيف جدا لانه هم عندهم حمل فبكرة اجازة واستأنفوا التدريب استعدادا لمباراتي بيرامدز والنادي المصر زي ما قلت لكم برضو من كم يوم مبارات الاهلي والدخلية في الكاس في معادها 30 يوليو خلاص بعد كده خلاص مفيش كاس بقى يبدأوا يدخلوا في المسم الجديد باذن الله بالمناسبة نادي تحسى كندري ومن سيكون خليفة زران تحسى كندري بيتفاوض مع اثنين مداربين كابتن طارق العشري ابن النادي وكابتن اهاب جلال واحد من المداربين المرموقين لكنها اقتربت بشدة جدا من كابتن طارق العشري واحد من ابناء النادي كابتن طارق عمل نتائج محترم في كل الاندية اللي دربها فطارق العشري هو الاقرب لتدريب نادي الاتحاد السكندري ده بخصوص المداربين يعني خبر مش جميل في الاسماعيلي سرجاء اكا اعلن رحيله عن الاسماعيلي فترة اللي هو كان انضم فترة انتخالات الشتوية لكن كان عنده شرط جزائي يدفعوا يمشي فقال سلام عليكم لانه في مشاكل مادية كبيرة وانا من دلوقته عشان الاسماعيل لوية يبدأوا يهجموني انا بقول لك يلا بدأوا يهجموني من دلوقتي عندك مشكلة كبيرة السنة الجاية عندك اقاف القيد عشان الفلوس عندك احمد مدولي عندك محمد الشامي لو بالشكل ده حيمشوا فودي سرجاء اكا مشي كمان ومش حتضم لعيبة ومعندكش نشقين على المستوى العالي جدا فمش هنفضل كل سنة نسرخ والاسماعيلي ماينزلش والقصة والحدوتة اشتغل بشكل جيد كابتن حمزة الجمل موقفه لسه مش باين على فكرة حمزة الجمل ما قبطش بقى بثلاث شهور يعني تقريبا من ساعة ما اشتغل ما اخدش فلوس لكن هو ابن النادي يعني فالجماهير بتاعت النادي الاسماعيلي مش عايزينها تعيش الازمة بتاعت كل سنة البقاء او الهبوط هتبقى ازمة كبيرة جدا بالنسبة للنادي الاسماعيلي اتمنى انه يتم تدارك الموقف يعني عايزين نقول انه المصري وسيراميكا ونهاية كأس الربطة ان شاء الله يوم السبت بامر اللي هتكون مباراة جيدة المصري اللي فاز على الاهلي بعدما الاهلي انسحب من البطولة ثم فاز على الاسماعيلي 2-0 ثم فاز على فيوتشر بدربات الترجيح 3-1 سيراميكا كسب كل مباراة بدربات الترجيح يعني كسب سموحة بدربات الترجيح وكسب البنك الاهلي بدربات الترجيح وكسب تحسكندري بدربات الترجيح فمباراة تبقى جيدة المصري عبر تاريخه عنده خمس بطولات لكن اهمها هي كاس مصر 97-98 كان في عهد الراحل عبدالوهاب اوطا كاس سلطان حسن ثلاث مرات وكاس الاتحاد المصري خدها سنة 91-92 سيراميكا اول سنة بطولة يعني ده بالنسبة للمباراة النهائية في كاس الربطة البطولة اللي اصبحت او اللي اصبح لها شكل جميل والناس كلها بدأت تتابعها نتمنى لها ان شاء الله زيادة في النجاحات وانتوا عارفين انه تمت الموافقة على زيادة عدد الحضور الجمهيري الى عشر تلاف خمس تلاف لكل فريق في هذه المباراة المباراة النهائية ده بالنسبة للمعظم الاخبار اللي موجودة عندنا خلينا اقول لكم بسرعة المركات واللي شغال في العالم اهمها كان جود بلينج هام من دورتموند الى ريال مدريد ديكلار رايس من واستهام الى ارسنال في صفقة هي الاغلى وكريستوفر نكونكو من ليبزيج الالماني تشيلس الى تشيلس الانجليزي دومينيك سوبسلاي من ليبزيج الى ريفر بول وماسو مانت من تشيلس الى الماني يونيتد وساندرو تونالي من ميلان الى نيو كاسل منول اوغارت من سبورتينج الى شبونة الى باريستان جرمان كيم مين جاي من نابولي الى البيرن جيم مادسون من ليستر الى توتنهام كاي هافارز من تشيلس الى الارسنال اندري اونانا الحارس الكاميروني الشعير من الانتر الى الماني يونيتد ولوكاس هرنانديز من بيرنو مينخ الى باريستان جرمان اسينسيو من ريال مدريد الى باريستان جرمان جوند جام من منشستر سيتي الى برشلونا كفازيتش من شيلسي إلى مانشستر سيتي وصالح عقبون بعد ساعات رياض محرز من مانشستر سيتي إلى النادي الأهلي نكمل بس أفقات الدور السعودي اللي هي الأعلى كريم بنزيمة من ريال مدريد إلى النادي الاتحاد السعودي كل ده في الدور السعودي بقى اللي هلقولك كانتي من شيلسي إلى الاتحاد جوتا من سيلتك إلى الاتحاد فرمينيو من ريفربول إلى الأهلي إدوار نيندي الحارس الشهير من شيلسي إلى الأهلي سيكوفوفانا من لانس إلى النصر مارسيليو بروزوفيتش من انتر الى النصر روبين نيفز من وولفر هامبتون الى الهلال السعودي سافيتش من لازيو الى الهلال خليدي كل بالي من شيلسي الى الهلال السعودي دي كل الصفقات بالنسبة للدوري المصري امام عشور من ميتلند الى النادي الاهلي ايمان اشرف من الاهلي الى البنك الاهلي مصطفى فاتحي نهائيا الى بيرامدز واحمد متعب الى قلائع الجيش دي كل الصفقات سواء المحلية او الخارجية خلينا نروح لفاصل بس قبل الفاصل ببارك كابتن عبد الحميد ردوان الحقيقة لانه الفيفا اختاروا في بطولة كأس العالم للسيدات المقامة في نيزلندا واستراليا واللي بدأت بفوز استراليا على ايرلندا بهدف مقابل لشيء ونيزلندا اللي فجرت مفاجأة مدوية على حساب النرويج واحد صفر اول هدف اليوم في ترخم في ست مشاركات كابتن عبد الحميد ردوان وجهة مصرية مشرفة وضمن اللجنة المنظمة لهذه البطولة نتمنى له التوفيق وكل كادر مصري يبقى شاطر ويبقى ناجح معانا ان شاء الله كل التمنىات لكابتن عبد الحميد ردوان بالتوفيق ان شاء الله هروح لفاصل عزائي المشاهدين والمتابعين بعد الفاصل معايا واحد من اهم المدربين في كرات القدم المصرية ومن اكثرهم ادبا واحتراما كابتن حلمي طولان تولى المدرب الكبير حلمي طولان قيادة سيراميكا كيليو باطرا في الحادي والعشرين من مايو الماضي خلفا للتونسي معين الشعباني وظل في منصبه ستة وخمسين يوما فقط حتى ختام مشوار الفريق في الدوري لكنه ورغم قصر هذه المدة ترك بصمته كالعادة واكد براعته كمدير فني قادر على احداث الفارق اينما ذهب بعد شهر تقريبا على تسلمه المهمة وضع طولان اولى بصماته مع زملاء الحارس محمد بسام عندما قادهم للتفوق على الاتحاد السكندري بركلات الترجيح وبلوغ نهائي كأس رابطة المحترفين لاول مرة وبات الفريق على بعد خطوة واحدة من احراز اول لقب في تاريخه عندما يخوض المباراة النهائية امام المصر مساء السبت تحت قيادة مديره الفني الجديد ايمن الرمادي خسر سيراميكا بصعوبة بالغة امام فيوتشر والاهل رابع واول الدور في بداية مشواره مع مدربه القدير لكنه صحح اوضاعه بشكل سريع وتمكن من الحصول على ثلاث نقاط ثمينة بالتعادل مع فاركو وسموحه وطلائع الجيش ثم تألق بعدها وضمن البقاء بين الكبار بفوز ولا اروع على كيرامدز وصيف البطولة بخبرات تزيد عن اربعين عاما في عالم التدريب قال بطولان تأخر سيراميكا بهدف كريم حافظ لتعادل عن طريق صلاح محسن نهاية الشوط الاول ثم لفوز قبل سبع دقائق على نهاية اللقاء عبر نفس اللاعب وقاطع سلسلة انتصارات محلية دامت اثنتي عشرة مباراة متتالية لفاريق المدرب البرتغالية جايمي باتشيكو هو مش مهتاج الى تقديم يعني الحقيقة سواء انا قدمت قبل التقرير او في التقرير مباراة في بعض النتائج قدت مباراة رائعة وعروض رائعة مباراة تقوان سايد جيمليك تخسر بهدف او بتتعادل لكن مباراة صعبة جدا زي بيرامج مباراة الحاسم قدرت ان انت تفوس فيها وطبقة لكن اقول لي تجربة سيراميكا كلها مع كابتن حلمي طولان لا هي تجربة من التجارب اللي انا بعتز بيها جدا بعتز بيها جدا بعتز بيها حقيق يعني لان النادي ده ارض خاصبة للنجاح يعني الحقيقة يعني بيقوده شاب جميل جدا طارق ابنانين شخصها جميلة جدا الحقيقة يعني ساعدت بالعمل معها وبالقرب منها نعم تجربة كان الهدف الاساسي والاول والاخير هو البقاء بالدوري نعم واشتغلنا من اول يوم على ده كان في بعض المشاكل في غرفة الملابس قدرنا نتغلب عليها بشكل قوي جدا ساعدني مجموعة اللاعبة اللي موجودة نعم اذا كان محمد ابراهيم اذا كان ميدو جابر اريان ناصر اه طبعا طبعا ريان ناصف محمود مجموعة من اللاعبة بسام ساعدوني بشكل كبير جدا في عملية القضاء على جزء من الفتنة داخل غرفة الملابس الحقيقة يعني وصلنا بغرفة الملابس لمرحلة ان لما يكون في مكافأة للفريق اللاعبة كلها اللي بتاخد المكافأة بتجمع المكافأة دي ويقسموه على التلاتين لعبة تساوي حصل مرتين اللي خدوا فيها مكافأة عملوا كده نعم فده انا بعتبره نجاح كبير جدا 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 في خلق روح الفريق وروح جديدة ما كانتش موجودة قبل كده وده الحمد لله وعلى فكرة مش في الفريق بس لا ده في الفريق والجهاز الطبي والجهاز الاداري الحقيقة كانت منظومة عمل رائعة هو الحقيقة اللي حاجة محمد عبد العنم من الناس الجميلة جدا طبعا تكلمنا واحنا مكسبنا بيراميدز كلمنا بالتليفون وسمع الولاد المكالمة وكده جميلة طبعا مفيش شك يعني لا نادي جميل جدا نادي ممكن يبقى في مكان مميز فعلا طبعا طبعا جميلة حضراك رغم انك انك مشيت بتقول هذا الكلام لا انا انا صادق جدا ناعم في كل اللي بقوله معاك وكل اللي بقوله فا يحد وانا لو شايف ان فيه حاجة مش مظبوطة هقول لاها طبعا هقول على طول ناعم لكن انا فعلا ساعدتي جدا الفترة البسيطة دية وكتت أتمنى ان انا نكمل فعلا طبعا ناعم وكنت مجاهز نفسي فعلا كنت مجاهز نفسك لglassيزون الجديد شوف حضرتك أنا كنت مجاهز كل حاجة المجموعة اللعيبة اللي إحنا بصدن ضمها مجموعة اللعيبة اللي ممكن تمشي مجموعة اللعيبة اللي ممكن نعرهم البرنامج الفني المتكامل للإعداد كنا عاملينه كنت عملته يعني قريدي يعني وجهزت كل شيء على أساس إن فيه إحنا محترفين يا كبتل إحنا بنشتغل باحترافية ومجهز كل شيء عشان عندي اجتماع مع طارق يوم لتنين يوم الحد الساعة اتنين فجئت بتأجيل المعاد يعني معرفش قال لي عشان عندي شغلي وبتاع وكده لكن أنا شعرت إن هناك شيء ما طبعا قلت له قول لي لو في حاجة قول لي لا تعطلني ولا أعطلك واخد بالك فبالليل خالص كلمني وقال لي الوضع كذا كذا نعم طبعا أوكي ما فيش مشكلة خالص الحمد للإحنا كنا عادة حضراك لنهاية الموسم أصلا كابتان هادي نا من الموسم الجديد كمان والله كنت ماضي على كده طبعا طبعا وكنت أتمنى إن أنا أكمل بصراحة لإن أنا كنت أحس إن المكان ده ممكن السنة الجاية دي نعمل فيه شغل كويس والله أوي يعني من التجارب اللي أنتز على إنها ما اكتملتش آه طبعا جدا يعني وفي نفس الوقت بتكنه كل تقدير لكل المنظومة اللي موجودة هناك طبعا طبعا جدا جدا لإنه محدش يعني الفترة اللي أنا قاعدتها كابت شو بير محدش قرب نحيتنا محدش دخل في أي حاجة خالص خالص إذا كان إيقاف إذا كان خصومات جسيمة كبيرة جدا نعم فكان بوافقنا عليها للإصلاح يعني محدش حاجة تانية نعم تمام يعني الحمد لله يعني ده كنت شايف إنه الدور الرئيسي بالنسبة لحضراتك كان بقاء سيراميكا في الدور المنطقة ما ده اللي أنا متفق معايا طب خلاني اتكلم على ماتش بيراميز تمام لأنه بيراميز كان عشر انتصارات متتالية محدش قادر يقافه والمبارنة حفسها أيو بيراميز تقدم بهدف أيو والبعض قال له نقطة يبقى خير وبركة يعني تمام فإنك بتفوز على بيراميز اللي هو يعني بعتبره لو شنا النادي الأهلي من البطولة هو بطل الدور العام بالضبط بدون شك وفرق جبيرة وفرق محترمة أنا بعتبره أحسن فريق بيلعب كرة في مصر فيها في الدور المصري نعم ده بدون كلام يعني من وجهة نظر حضرتك حقيقي دي وجهة نظري وقلتها قبل كده يعني إن فريق من الفرق الصعب بمواجهتها بيراميز في كل الأماكن طب خسران واحد صفر من بيراميز والدنيا صعبة صعبة بمعنى صعبة إيه اللي حصل عشان تقدر تعود للمباراة ومش تعادل بس لأقفوز أنا كنت الأسبوع اللي قبل الماتش ده كنا بنتضرب على مناطق الدفاع المختلفة اللي ممكن ندافع فيها نعم وأسلوب الدفاع نعم مناطق الدفاع إذا كان في نص ملعب الخصم أو في نص ملعبي نعم أسلوب الدفاع إذا كان الدفاع ضغط كامل أو النص ضغط أو دي أسليب الدفاع فكنت بدأت المباراة بالدفاع في نص ملعبي نعم إن أنا بقابل التيم ده في نص ملعبي اتضغطت بشكل قوي وجيه فيه هدف طبعا من ضربة ومن أجمل الأهداف الحقيقة أجمل هدف بصراحة أنا مش فتوش يعني الحقيقة يعني فغيرت من استراتيجية من أسلوب الدفاع نعم ومن منطقة الدفاع بقيت بدافع في نص ملعب بيراميدز وبلعب دفاع ضغط نعم وده فعلا نتج عنه إننا أحرزنا هدف التعادل نعم في الشوط الأول وأضفنا الهدف التاني في الشوط التاني بنفس الأسلوب يعني لكن البعض ممكن يقولك إن بيراميدز ممكن تهاون تهاون إزاي ولا يلعب بكل فريقه الأساسي بكل نجومه وبيهددنا باستمرار وأهداف ضائعة منه نعم إزاي بيجملنا أهداف ضائعة في آخر المباراة كمان بالضبط كده بيستع صلاحها نعم يعني فأعتقد إن كانت مباراة قوية جدا ومش دي بس يا كابتن اللي كنا مغلوبين وردينا لا ده سموحة اتغلبنا 2-0 و2-2 وقدرنا مرد ستعمل شوط تاني على القري آه شوط تاني ولا أحسن بالضبط توقع عزيمة قاسية بالضبط كده ساعتها وسموحة برضو الفريق تلعب كرة كويسة آه جدا عندهم مدارب محترم أحمد سامي لكن برضو كيفية العودة يا كابتن ده برضو أمر مهم دي نقطة بقى مهمة جدا يا كابتن شوبيل روح الفريق دي دي النقطة اللي أنا كنت بشتغل عليها وممكن أنا أول قاعدة مع طارق قلت له كده قلت له أنا هشتغل على الجانب النفسي بشكل أساسي لإني مفيش وقت أشتغل فني بشكل مكسف إنه كل 3 ايام ماتش فقلت له أنا هشتغل على الجانب النفسي المعناوي ده في الأساس نعم وأشتغل على إني أنق الأجواء في غرفة الملابس لأن أنا عندي معلومات إن غرفة الملابس ما كانتش فيها بعض المشاكل كان فيها بعض المشاكل الحمد لله الولاد الكبار في التيم ساعدوني في ده بشكل كبير جدا وخل الروح دي يا كابتن دي كانت مهمة جدا جدا بالنسبة لي وقدرنا بيها إن إحنا نتعادل مع سموحها وقدرنا نكسب بيرامز وإحنا مغلوبة وقدرت تصل لفقائنا للربطة وبالضبط كده إن أنا نوصل للمبرانة النهائية في بطولة الربطة قابتن حيني مشتغلت ما عندها كتير ما بين استثماري وما بين جماهيري وما بين عندها طبيعة للمؤسسة العسكرية هنجنب للمؤسسة العسكرية أنا عارف إن أنت بتحبهم جدا طبعا بالتأكيد لكنه أنا شغل يعني أراحك كابتن حيني متوله طبعا هو المؤسسة العسكرية دي ما فيهاش كلام يعني كنت مستريح جدا مع محمد مصالحي جدا جدا يعني شخصية رائعة محمد مصالحي حقيقة يعني كنت مستريح بالرغم كان في بعض المشاكل مع فرج عامر جدا بسموح جدا راح تبقى لحظتك يعني وأنا شغال مع الاتنين دولف سكندرية كنت مبسوط جدا في العمل معهم الحقيقة يعني تجربة سيراميكا نعم ولكنها قصيرة لكن كنت مبسوط بها جدا بتحب الأندال الجماهيرية ولا الأندال السيسمرية أكثر ما يفرقش معايا أنا يفرق معايا إن أكون واخد راحتي في الشغل نعم إن أنا أكون صاحب القرار في الفرقة إن ما فيش تدخلات نعم من أي جهة ومن أي جانب من الجوانب إن أنا أشتغل ويتوفر لي المناخ الجيد المناخ الجيد للعمل هقد بشكل كويس جدا وحيبقى فيه نتائج جيدة يعني حقيقة كده نقف الملف سيراميكا مع كابتن حلم طولان ونفتح ملف الكرة المصرية بالكامل لكن بعد الفصل كابتن حلمي طولان معلش قبل ما أقفل بس ملف برا مزليها سؤال على ثلاث لعيبة فضل نبدأ لو ملف سيراميكا آسف فضل الأهل يجيبها آآ ناس تروح المنتخب آآ شايف الموقف بالنسبة للتلاتة من وجهة نظرك لا التلاتة لعيبة مميزة جدا على فكرة نعم وبعدين على المستوى الخلقي كمان وده دي نقطة مهمة جدا نعم آآ شكري ده ما تسمعش صوته يا سلام خلص آآ تسمع الصوته ولا في قط اللبس ولا في الملعب ولعيب منفس تكتيبي جدا آآ طبعا جدا جدا يعني بس آآ هو طبعا خده جهد آآ شوية أكيد أكيد عشان يبقى فيه نظام داخل الملعب يعني نعم لكن آآ طبعا يعني آآ آآ ريان ولد آآ حبوب جدا شخصية حلوة جدا آآ مبتسم آآ آآ مريح للمدرب مريح مريح للمدرب نعم الحقيقة يعني آآ صلاح يمكن آآ لعب كويس جدا ولعب كبير يعني وهدف كويس قوي آآ لكن محتاج شوية يعني محتاج دماغه تتضبط شوية عارفتك توقفته فترة آآ 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 يعني بس رجعته على طول آآ رجعته آآ رجعته وجابت نتيجة آآ على طول آآ طبعا بعدين جه هو جال يعني وقال لأنا عايز أكمل وعايز أفنش وبتاعه وكده قلت له خلاص آآ بعد الماتش اللي جايت هي على طول يعني ضميته على طول آآ لكن عرش الودني أكيد ده ما فيش شك يعني من من لعيبة في سيراميكا حضراك طبعا أكيد انت بتضرب الفرقة بيكله المولادك طبعا لكنه لعيب شايف انه مش واحد حقه انه ده ممكن يبقاله مكان في المنتخب ممكن يبقاله مكانة أكبر شوية والله أنا محمد إبراهيم محمد إبراهيم محمد إبراهيم ملعب هايل وقائد قائد أنا يعني كان دراعي اليمين في التيم ده الحقيقي آآ والله نعم ده حقيقي يعني محمد من اللعبة الكويسة وده ابني من من زمان يعني في الزمالك دربته واخد معي كاس مصر نعم 2013-2014 نعم ولد قائد محترم ومهضوم حقه شويان الناس كلها منتظرة مباراة سيراميكا والمصري في الفاينال مباراة صعبة جدا انت دربت الفرقتين سيراميكا والمصري المصري كمدينة كمحافظة كلهم في انتظار الفوز ببطولة من سابعة أو 98 ما خدوش بطولات وسيراميكا كنادي استثمار عادة أو تكرار لتجربة السنة اللي فاتت الفاينال ما بين غزل المحلة وفيوتشر بس كان وان سايد جيم فيوتشر بخمسة من قبل وحيدة شايف ماتش الفاينال عمل إزاي شاك مين أقرب مصري تاين هو غير مع ميمي عبد الرازق بسنعزيمة سموحة وسيراميكا ضمن البقاء والأعصاب هديت لا أنا شايف ان المباراة هتبقى سيراميكا باقي صعبة يعني مش هتبقى سهلة على الفريقين وأنا متوقع إن ممكن توصل لضربات الجزاء ده بطولة خلات التاريخ ده أنا متوقع كده آه طبعا المباراة مش سهلة يعني سيراميكا فريق جيد جدا ومستعد بشكل كويس وعينه على البطولة ديت المصري طبعا أنا سامع إنه عاملين حالة في برسعيد تلي بالعزي صحيح الصديق العزيز الحسيني أبو أمر في وفاة المخفر البقاء لله البقاء لله البقاء لله صديقنا العزيز يعني طبعا آه بقاء لله جدا جدا طيب حضرتك آه وانت لسه كنت مع سيراميكا لكنه بحضرتك بتمشي بيجي كابتن عامل رمضي واللي علمته إنه التعاقد للمباراة دي فقط إلى أن يجد جديد يعني أيها آه وكابتن ميمة عبد الرازق تولى تدريب المصري بقاله فترة وبقى في حالة من الاستخرار شايف ده ممكن يهز شوية آه فرص سيراميكا أعتقد إنه 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 أيمن مش حيعمل مش حيعمل تغييرات آه كتيرة لا على مستوى الأداء ولا على مستوى التشكيل يعني نعم لأن برضو فريق سيراميكا بيعاني شوية نعم من حتة في نقص في البودلة نعم بشكل كبير نعم نعم يعني في عجز في مناطق كتير حتى طارق في في أحد في إحدى الجلسات أنا هو قال لي إحنا نقصين نقصينها كذا وكذا يعني مش عايز أقول عشان لكن لكن آه آه التيم آه التيم متماسك نعم التيم عنده طموح تيم آه 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 حتة البقاء دي تداته ثقة كبيرة جدا في نفسه آه أعتقد إن المبرامج هتبقى آه يعني التيم مش هيتعب أي من الرمادي يعني المصري آه المصري طبعا آه يعني المصري بلا هزيمة مع ميمة عبد الرازي آيوة إلى نجاة المبرامج الأخيرة مع اسموحة آه نعم مش شرط يعني إن الهزيمة ديات لكن آه وراه بلد المصري وراه بلد وراه جماهير آه كتيرة جدا وعملين حالة حالة غير مسبوقة داخل مدينة بورسعيد هناك وال والألوان الخضرة بتزين الشوارع وكده آه وحيروح جمهور كبير يعني لكن أعتقد برضو إن سيراميكا متعودة إنها تلعب قدام الأهلي مثلا بجمهوره الزمالك بجمهوره فحطة الجماهير أصبحت يعني من نجب المعدل آه مش مؤسرة قوي يعني نعم لكن هي عم براه مش هتكون سهلة على الفريقين يعني كنت حابب تكون موجود في البطولة دي مفيش شك يعني مفيش شك كنت حابب إنه كون موجود شايف إنه الظروف مهيئة سواء للمصري أو لسيراميكا نينفوز بالبطولة آه طبعا مفيش شك آه طبعا يعني حضركم تلي ضربات جزاء أو ركلات ترجيح لكنه لو في فوز آه هيبقى فوز صغير أتمنى طبعا أتمنى معلش برسعيد ما يزعلوش من أتمنى سيراميكا طبعا طبعا يعني أتمنى سيراميكا آه ولو حتى واحد صفر يعني ممكن يعني آه طبعا ممكن شايف إنه آه طبعا المباراة تبقى بالنتيجة طبعا آه طبعا خلينا أقف الملف ده واروح لملف تاني البطولة العربية ومشاركة الزمالك مسم صعب جدا لجماهير نادي الزمالك الوفية الصابرة يعني الحقيقة وبيعلقوا أمال كبيرة جدا أنا كان عندي نتيجة النصر كان بلعب مباراة مع عهد الفرق الأسبانية كان نتيجة شوتر أركة 3-0 أكدوا لي النتيجة ويقولولي يا جماعة عليها آه شق للنصر كان بلعب مين النصر السعودي كان بلعب من فيكة البرتغالي من فيك خسر أربعة واحد وخسران آه بالأمس خمسة من يومين من آه من سلطة فيجو خمسة صفر أيوه بس بلعب ما تشط تقيلة يعني الميزة آه مقدار والنصر معنا نجوم كتير آه أكيد بلدا ضم النجوم الكتيرة للنصر ممكن يكون كارثي أسماء كبيرة أو كل حاجة لكن مش متأقلمين معنا طبعا مش دايما يا كابتن كسرة النجوم مش دايما كسرة النجوم بتبقى مفيدة للفريق ممكن تبقى آه ضررها أكتر من نفاح يعني آه التيم التيم اللي كله نجوم آه آه يخوف جدا آه جدا يخوف سلبيا مش إيجابيا آه آه طبعا يعني آه يتخاف عليه آه يتخاف عليه أنا ما حبش يبقتين بتاعي كده كله نجوم يعني والله آه المستوى الشخصي آه ما حبش ده آه أحب بعندي آه اتنين تلاتة آه واحد في كل خط مثلا معقول لكن كله تمانية أجانب صعب أوي آه آه كبيرة جدا جدا آه طبعا صعب أوي هل دي رسالة رسالة طمأنينة شوية للزمالك لأنه النصر في مجموعة الزمالك والشباب السعودي وأيضا بتحدي المنستيري التونسي وأنا بقول دايما نحن زمالك واسر النحاب ده بتحدي المنستيري ثم الشباب ثم فريق النصر الصودي الحقيقة أنا الآن على الزمالك يعني الآن آه طبعا الآن و و و وحزين جدا جدا يعني 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 بيمر به الفريق يعني نعم و شايف إن 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 الفريق محتاج دعم قوي جدا الموسم دهوت آه وإلا الأمور هتبقى آه مش كويسة آه آه على على النادي وعلى الجماهير الحقيقة يعني فأنا أتمنى إن يكون في دعم قوي آه على مستوى اللاعبين آه لنادز مالك يليق بنادز مالك آه لأن مش أي لعيب ييجي برضو يلعب في نادز مالك طبعا طبعا نادز مالك نادي كبير وزقيمة كبيرة جدا جدا في الكرة المصرية والأفريقية والعربية فإحنا محتاجين دعم قوي جدا آه في مراكس كتيرة يا كابتن شبير اللي الفرقة محتاجة آه ست سبع لعيبة تقال ست سبع لعيبة مش أقال من كده نعم محتاجين ست سبع لعيبة تقال لفريق نادز مالك عشان يرجع الزمالك تاني يبقى منافس قوي على كل البطولات هل أنت من المؤيدين للسمرار أسوريو؟ شوف حضرتك أصلي المدرب دايما يا كابتن بيبقى الحلقة الأضعف أيها صح آه ودي مشكلة على فكرة نعم يعني في التقييم احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في التقييم أي انت بتدي إيه المدرب؟ أنت موفر له إيه؟ أي وفر له لعيبة على مستوى عالي وفر له إمكانيات على مستوى عالي اللعيبة بتاعته تاخد فلوس تاخد مستحقاتها تقع ما بتفكرش بحاجة غير اللعبة بس وغير أنها تدافع عن ألوان الفريق بكل قوة بدون تفكير في أي حاجة خارجية وبعدين حسبه واسأل وشوف لكن لكن إننا إمكانيات ضعيفة جدا اللعيبة حسب رئيس النادي ما بتاخدش بقالها ثلاث شهور فلوس المدرب بقاله شهر ما بياخدش فلوس نعم وتيجي تحاسب أنه تتحزب عليه نعم وانت نديته حاجة عشان تتحزب عليها العملية صعبة جدا عندنا التقييم عملية في غاية الصعوبة خليني أقول لك إنه جامير زمالك كانت وصلت يعني للتوب في أمالها وفرحتها بالفريق ست انتصارات متتالية فوس كبير على المأولين والدنيا بدأت تثبت والهجوم بدأت يسجل أهداف والأمور مشت بشكل أكتر من ممتاز يعني ثم جاءت العزيمة القاسية والصعبة والأداء السيء أمام نادي الأهلي كمان أربعة واحد ثم التقدم 2-0 على فرقه والتعادل 2-2 جاء قبل البطولة العربية مباشرة شايف إن ده ممكن يؤثر سلبيا ولا ممكن اللعبة يبقى لها يعني عايزة لا ترد اعتبرها من خلال البطولة العربية والله طبعا هو الزمالك برضو في مجموعة من اللعبة الكبيرة نعم بقيادة شيكابالا وزيزو وفتوح المهاجم التونسي سيف الجزير سيف الجزيري أعتقد إن المجموعة ديها برضو قادرة إلى حد كبير جدا إنها تلم شمل التيم دهوت ويبقى فيه دوافع جيدة جدا عندهم عشان يعني الجماهير الصبرة دي الجماهير اللي تعبانة دي نعم يعني يقدمولها حاجة تليق بيهم يعني الحقيقة كابت شو بير لإن الجماهير دي يعني أنا الله يكون فعونها يعني بجد يعني فأتمنى إن المجموعة العناصر الكبيرة الخبرة الكبيرة دي قادرة على لم شمل الفريق والظهور بشكل جيد في البطولة شايف البطولة جاية في وقته صعب للزمالك جدا جدا آه طبعا الزمالك محتاج لعيبة يا كابت شو بير ومش أي لعيبة الزمالك طول عمره حتى الأجانب بتوعه بيبقوا على أعلى مستوى شوف بن شرقي شوف ساسي شوف إمانويل قبل كده وكوارشي واسماء رهيبة طبعا يعني طول عمر النادي بيجيب لعيبة على أعلى مستوى نعم حتى اللعيبة اللي بيستقدمها من الدوري المحلي بشحي تبقى على مستوى عالي جدا كمان يعني فإحنا محتاجين ده دلوقتي محتاجين ده قبل البطولة العربية الممسوط إن انت بتتكلم على الزمالك بإحنا ومحتاجين طبعا أنا كابتل يعني إنه الأحيانة البعض بيطلع يا هاجم حضرتك لأنك بتبقى حيادي وحادل لا لكنه دائما وابدأ انت معك للزمالك طبعا لا لا مفهوش جدال يعني لا ده مفهوش جدال خالص يعني وانا أتمنى إن أشوف النادي بتاعي بياخد كل البطولات على مستوى لأفريقيا ومصر وكل حاجة نعم ده أمنيات يعني طبعا افتتاحية البطولة للزمالك أمام اتحاد المنستير التونسي شايف إنه ده من حصن حاصل زمالك مؤكد اللي هو أنا مش هزقول هو فريق محترم جدا أيو أكيد بس لما تيجي تقارن مثلا ما بين النصر وما بين اتحاد المنستير لا طبعا بالزبط كده لا أنا عند حضاك حق نعم عند حضاك حق وده فرصة للزمالك كويسة جدا إنه يتخطى هذا الفريق ويستعد بقى للحاجات التقيلة اللي جاي يبقى تحمل ما يحدث لها ده زمالك كابتن حلمي لا وشوفة كابتن ما فيش شك إن حجر الزاوية وعمود الخيمة في أي مؤسسة وفي أي مكان هي الإدارة ده وضع طبيعي وما فيش أي مشكلة إنه نقول كده إن الإدارة لو إدارة بتدير بشكل جيد وبشكل احترافي الأمور هتبقى طبعا دكات الإدارة بتسرخ كل يوم يقولك أنا ما عنديش فلوس وأنا عندي حجزة على قرصتي ودعم لي مشاكل وأنا مش قادر أدعم يا جماعة وبالتالي يعذروني لا نعم لا ما فيش أعذار ده ما فيش أعذار سيادة المستشار مسؤول عن إدارة نادي الزمالك ومسؤول عن إنه يجيب موارد لنادي الزمالك وإنه يبقى فيه آآ مداخيل مختلفة من مصادر مختلفة لنادي الزمالك آآ هو ده دوره نعم ودور الإدارة كلها نعم فده ضروري يبقى يبقى عارف كده نعم وما يشتكيش نعم طب أنا رئيس نادي ومش قادر أجيب موارد للنادي ومش قادر أكفي مسؤولياتي تجاه إنه طب أنا قادر لي مم يعني واحد زي دو واحد سوى اتنين اي واخد بالحضتك بدون أي زعل وبدون مستشار ما يزعل ولا أنا بتكلم كمان في المطلق نعم واخد بالحضتك تتكلم في العموم بالضبط كده نعم فأنا شايف إنه طالما أنا مش قادر طب أنا قادر لي مم يعني دقالب به يعني اي لو أنا بدير يبقى أنا ضرورة أوفر الكلام ده للمكان اللي أنا بديره دي مسؤولياتي بس في نفس الوقت الأندية كلها بتسرخ يا كابتن ما كل الأندية بتسوت وبتسرخ وكل حاجة لكن يا كابتن نادزة مالك مش مش قليل نادزة مالك اسم كبير وتاريخ كبير جدا 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 قادر على إن الناس تساعدوا الرعاة الإعلانات المشاريع اللي ممكن تجيب لي داخل نعم تفكير شوية خارج السنة طبعا يا كابتن نعم طبعا خلينا نروح لفاصل نرجع نكمل حوارنا الممتع مع اللي بنوارنا كابتن حلمي طلعا كابتن حلمي عايزة أسألك سؤال طب فريق خسر السنة اللي فاتت تقريبا كل البطولات كيف يعود ويفوز بكل البطولات أتحدث عن النادي الأهلي لا يعني كلامي على النادي الأهلي بيزعى الناس لكن أنا بقول الحقيقة وما بدريش وبقول إلا أنا شايفه نعم بدون أي مجاملة النادي الأهلي عنده قدرات خاصة جدا نعم تختلف عن كل أندية مصر وعنده نظام وسيستم بيختلف عن كل أندية مصر نعم وأنا لما بقول كده مش معنا كده أن أنا مزمالكاوي أنا زمالكاوي دما ولحما نعم لكن أنا بقول حقيقة واضحة قدامي وقدامي الناس كلها النادي الأهلي أولا إداريا وتنظيميا وفنيا مختلف مختلف عن كل أندية مصر النادي الأهلي بيضار باحترافية النادي اللي أنا بعتبره الأول في عملية الاحتراف في الإدارة هو النادي الأهلي نعم وبالتالي طالما فيه احترافية في الإدارة يبقى فيه نظام ونظام صارم نعم محدش بيتجد ب يعني أنا عندي شغلانة وزميل عنده شغلانة تانية وزميل التالت عنده شغلانة تالتة مفيش واحد بيتعدى على شغل التاني نعم وده سر النجاح أنا هحكيه واقع بس فضل لما كنت في في امبي فبكلم سيد عبد الحافظ والسيد ده ابني طبعا آآ سيد أنا عايز للعاب الفلاني آي قال لي يا كابتن كلم أمير أمير توفيق أيوة أي كلم أمير اللي هو مدير التسويق أيوة أي أكلم أمير يا أمير أنا عايز فلان أكي يا كابتن وده ده سعره كذا أقول له يا عم سعر إيه وبتاع إيه قال لي شوف أنت كلم صاحبك الخطيب الخطيب راجل بيقايل لنا بالحرف الواحد الأولوية الحلم طلعا كده أيوة نعم كلمه يا أم حبيبك وصاحبك وكلمه وشوف اللي أنت عايزه إن شاء الله يدولك ببلاش نعم فشوف التسلسل أيوة شايف سيد ده مدير الكور نعم ما بيتكلمش في حاجة زي دي تكلمش في النقطة دي مش بتاعته أمير نفس الحكاية أيوة يقول لي أل صلاحيات كلم بالضبط كده نعم ده سر النجاح إنه كل واحد شايف شغله مرة كابتن وهو حيو نرزق ربنا ندري الصحة محمد مصلحي أيوة كان عايز أحمد بلال أيوة والولد كان عايز أيوة فبلال كلمني ومصلحي كلمني فروح تكلمت كابتن حسن حمد اتنين عصدقائي يعني طبعا أو آسف الحاجة محمد مصلحي اللي كلمني أيوة تكلمت الكابتن حسن حمدي فلقيت الكابتن حسن اندهش جدا آه وأنا يعني كابتن حسن حبيبي يعني عكيت فهل انت بتكلمني ليه فقط بكلمك ليه يعني إيه ما كانش لسه بقى فيه إدارة تسويير كده طاله أعمل قال اتكلم كابتن سابت البطر مدير الكرة محتاجينه ولا مش محتاجينه الأول يقول لك مش محتاجينه أيوة تبقى تيجي تتكلم أيوة لكن لكابتن سابت لو قالك محتاجيني وبقى خلاص طبعا نظام كتمت يعني وبعدين بلال بقى سعيتها اللعب في الاهلي وتقلق وهو خدها الده في الده إنما الأندية التانية تلاقي مدير الكورة يتكلم في هو اللي يتعاقد مع اللعيبة هو اللي يتفق مع اللعيب هو اللي والأمور ما بتكونش واضحة خالص فده ده طالما في نظام يا كابتن يبقى في نجاح انت شايف ان النظام الإداري والتنفيذي والفني ماشي في شكل جاية مفيش كلام تلافة أخطاء عمرك ما تسمع عن مشكلة مادية في النادي الأهلي ده صحيح عمرك ما تسمع عن العيب عزاولي يا حضرك بيقى في مشاكل لكنه ماشي لأنه في ثقة أيوة وعارفين إن الفلوس جاية والأمور جاية بالضبط كده بالعيب يسيب النادي ويروح النادي منافس وياخد في نفس وتروح له مكافئة الدورة وتاخد بايته بالضبط كده بالضبط كده آآ وبعدين يا كابتن أدية بتخلي النادي الأهلي نادي جازب جازب مسترد نادي جازب أي حد عايزه روحه نعم لأنه عنده استقرار بالمناسبة أسألك عن إمام عشور أيوة من الجانب الفني أيوة شايف إنه مكسب للنادي الأهلي مفيش شك مفيش شك مكسب ومكسب كبير يعني نعم لعيب كبير ولعيب هايل نعم بصراحة يعني لعيب هايل هايل حيفرق كمان مع النادي الأهلي شايف إنه أقدرت الأهلي كانت محقف ضمه ولا الكلام اللي بتقال على آآ ليه وانتو بتتخلوا عن مبادئك ومبادئك وقيمك وهكذا أنا ما أقدرش أتكلم في النقطة دي نعم أنا بتكلم في الجانب الفني فقط نعم لكن أنا حتة المنطقة دي نعم أنا ما أتكلمش فيها مليش فيها آآ لكن أنا من الجانب الفني لا ما أكسب كبير ما أكسب كبير ليه طبعا ما فيش شك استغناء الأهلي عن سوارش بعد تجربة شهرين فقط لغير كتشجاعة من المجلس وبعد كده التعاخد مع كولر أكيد آآ ما فيش شك يعني آآ ما فيش شك إن أنا أعترف بإن أنا مثلا آآ جانبني الصواب في إن أنا أختار مدرب آآ وأصحح خطأي ده شيء جيد جدا الموسم اللي جاها بشكله عامل إزاي كبير حيبقى أنا شايف إنه حيبقى من أعنف المواسم من أعنف المواسم نعم اللي هتشوفها الكولر المصري لإنه حقول لحضرتك لأن ديها الغنية كتير في الدوري هاي يعني حتى الصعيدين نعم فيهم ناديين أغنية زد زد ووجونة نعم بالحضرتك وأعتقد إنه في برضو أن ديها أغنية زي فاركو زي سراميكا زي آآ فيوتشر فيوتشر بيراميد 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 السنة الجاية ممكن ياخد بطولات آآ والله أنا مش مستبع دكا مش مستبع لأن الفرقة بتاعته آآ فرقة رائعة عجباني جدا الحقيقة حفاظ الأهلي على البطولات هيبقى صعبة السنة الجاية؟ آآ الأهلي عنده عنده آآ مقاومات آآ أكتر من أي حد عودة الزمالك للبطولات هيبقى صعبة السنة الجاية؟ أتمنى لو الزمالك دعم بشكل كويس وبشكل قوي ولعيبة على مستوى عالي آآ أعتقد إن الزمالك يبقى ليه دور كبير جدا في المنافسة بقوة على البطولات عندي سؤال مهم عايسأله لك تفاطر لعبت ضد فيلر؟ أيوه ولعبت ضد موسيماني؟ ولعبت ضد كولر؟ صح؟ أيوه من أتعبك أكتر؟ آآ كولر كولر لأن إدى حرية للعبين في التحرك بدون كرة إدى حرية للعبين في تبادل المراكز بدون كرة الشغل بدون كرة ده متعب جدا صحيح ليه؟ نعم يعني فعلك وعشان كده بقول لحظة البيراميدز يتحركوا كتير جدا بدون كرة نعم بيتحركوا ولا مركزية نادي الأهلي عمل كده مع الراجل ده مع كولر آآ مع كولر وبعدين ميزة كمان إن اللعب المباشر من لمسة ولمسة ولعبة دي كانت واضحة جدا جدا مع الراجل شايف إنه دور كبير في بطولات الأهل السندي مفيش شك مفيش شك من مكاسب الكرة المصرية مفيش شك عشان يستمر على نفس النجاحات دي تقول له إياه كابتن هلم أو مطلوب إيه؟ مطلوب إن برضو إن أنا دايما أضم عناصر مميزة نعم لفريقه إن دايما يبقى عندي فريقه اتنين آآ موجودين عشان البطولات الكتيرة اللي أنا بلعبها آآ مهم جدا يبقى الكل آآ قريب من بعضه في المستوى الفني آآ وأعتقد إن ناد الأهلي بيوفر كل الكلام خلينا نروح على ملف المنتخب الأولمبيو حضراك سبق لك تدريب هذا المنتخب شفت نجاحه في البطولة وتأهله الأولمبيو ده عامل إزاي؟ والله أنا يعني آآ أبطال حقيقي يعني آآ أبطال آآ جداً جداً آآ مع إني يمكن اتعرض علي أن أنا أمسك المنتخب ده لكن كنت متخوف من عناصره ندمت؟ آآ لا أنا ما بندامش يعني على حاجة عادة يعني الحقيقة والجهازهم الفني منتخب الأول وشايف مأسيرة روي فيتوريا مع المنتخب عامل إزاي؟ أنا شايف إن المنتخب أداءه تطور تطور أداءه تطور لأن يمكن المدارس اللي قبل كده كانت بتهتم بالشق الدفاعي أكثر من الشق الهجوم نعم فما كناش دايماً بنشوف مثلاً حتى ظاهرة الجنبي بيشاركوا في الهجوم ده التطور اللي حاصل إن فيه نزعة هجومية جيدة جداً في المنتخب بتاعنا مع الرجل ده الحقيقة يعني ما أقدرش مسألكش قبل ما روح الأخرى أعترف على النادي الإسماعيلي وأنا في المقدمة قلت إنه الإسماعيلي حيعاني أكتر السنة الجاية حمزة جمع المهدد بالرحيل ما بياخدش فلوس واللعبة كتيرة احتمال تمشي مدبولي والشامي سيرج أكا النهاردة فسخ تعاقده فراش شواط فسخ تعاقده في بعض المشاكل اللي موجودة شايف الرؤية إزاي وبرضو نصحتك للنادي الإسماعيلي لا هو النادي الإسماعيلي عنده مشاكل كبيرة جداً وخصوصاً المشاكل المادية ده صحيح لو ما فيش حلول جزرية ليه قبل بداية الموسم أعتقد إنه هو حيعاني أكتر من السنة دي يعني خلينا نروح لقره أعترف مع كابتن حلمي طولان كابتن حلمي طولان تقره تعترف إنه رحيلك عن إمبي بهذه الطريقة كان سبب وإنك شخصية صدمية لا تقبل التدخل في الأمور الفنية لا لا أسباب تانية خالص أسباب تانية خالص عن إمبي بالذات أه أنا عن إمبي بالذات أه طبعاً سراميكا لا سراميكا أنا ما حصلش آآ كلمة خالص خالص آآ ما حصلش مواجهة أنت راضي تماماً عن تمرض السراميكا وبتكلم عن ناس بكل حجب وكل هدوء والله العظيم بكل أمانة أنا بتكلم والله العظيم نعم بجد يعني طيب كابتن حلمي طولان تقره تعترف بأن هذا الموسم كان الأسوأ للزمالك منذ 2004-2005 ده أكيد أكيد يعني الزمالك لم يظهر بالمستوى المعروف عن نادي الزمالك الزمالك ما جابش صفقات تليق بنادي الزمالك الزمالك عنده عجز كتير جداً في مراكز كتيرة جداً ولذلك السنة دي أنا أعتقد أن الموسم كان سيء جداً بالنسبة لنا وبالنسبة لجماهيرنا وبالنسبة للنادي تقرر تعترف أن رموز الزمالك كنت واحد منهم سبب في وصول النادي لهذه الحالة اللي تسببت في غضب كبير جداً لجماهيره؟ إزاي يعني؟ إيه دخل رموز الزمالك وأنتم من نادي الزمالك أين نحن؟ وأحنا أصحاب قرار؟ وأحنا أصحاب قرار؟ وأصحاب شعبية؟ وأصحاب جماهيرية؟ وأصحاب تأثير؟ لا إحنا اتهمنا بإن إحنا موز الزمالكوية وإن أنا على المستوى الشخصي وإن أنا لا أموت لنادي الزمالك بصلة ولا حاجة خالص يعني فبالتالي إزاي أروح أقتحي من نادي وهفرض نفسي عشان أبقى جزء من أساعد في حل مشكلة من مشكلات الزمالك إزاي يعني؟ إنت لو دعوك للدخول في نادي الزمالك وتحط إديك هتروح نادي الزمالك؟ أحط إديك في إيه؟ تساعد في حل المشاكل اللي موجودة داخل نادي الزمالك ومسند الفريق أنا لو حد استشرني في أي حاجة أنا جاهز مش هتطح لا يمكن أبدا على الأطفال طبعا لا يمكن طيب رغب أن أنا سألتك السؤال ده لكن هكمله بسؤال تاني تقرأ وتعترف أن صفقة إمام عشور مش هتفيد الأهل بالقدر المتوقع وأن التمسك بحمد فتحي كان أفضل للفريق؟ لا إمام عشور لون تاني غير الحمد فتح لون تاني؟ أه وحيضيف بشكل قوي جدا للنادي الأهلي إيه اللي ممكن ما ينجحش إمام عشور مع النادي الأهلي؟ الجمهور الجمهور الأهلي؟ لو الجمهور الأهلي كابتن هلمتولانتو قرروا تعترف أن ظروف المباريات وألوان أطرافها بتكون مؤثرة في قرارات بعض الحكام سواء في الساحة أو الفار ده مية في المية مية في المية؟ ده مية في المية واسألني اسألة اسألنا أنا أنا بسألك ده أنا عانيت معاناة غير عادية غير عادية مع كل الأندية ولا مع الأخيرة ناس عن سيراميكا ولا أمبي قبلها ولا؟ لا مع كل الأندية مع كل الأندية مع كل الأندية أه أسماء الأندية وقوتها وصطوتها في الدوري بتؤثر تماما على قرارات حتى الفار؟ طبعا طبعا كبيرا أيوة أيوة تقول تعترف إنك قلت كل اللي في قلبك ما مش حاجة نفسك تقولها تاني لا الحمد لله بجد آه والله دائما بتنورنا حبيبا ودائما بتشرفنا لإنك شخصية حبيبا كبيرا اقترب يا جماعة احنا تربنا في طنطع على اسم كابتن حلم طولان وصلاح محصن ربنا يشفيه وعفيه حبيبا كبيرا وحسني عايد وابراهيم توفيق وزوئلت ربنا يكرمه وعجيبة وسعودي وكله كان اسماء كثيرة جدا وابراهيم توفيق صف عبد الربو مش كده آه طبعا آه طبعا وابراهيم توفيق كمان آه طبعا لا 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 اسماء اسماء نسكة تقيلة جدا جدا يعني احنا بنحب طنطع آه طبعا جدا طبعا يعني فيش شك نورتنا وشرفتنا بشكرك شكرا جزيلا عمضتنا كابتن ربنا يخليك والتمام يبقى سلام اشتركوا في القناة